اشتركوا في القناة 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 قناة اشتركوا في القناة 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 فيغدوسيكليزم فيغدوسيكليزم بعد كده عندنا جزء مهم جدا هو جزء الرياضات لان الدرسة الوحدة دي كلها بتتكلم عن الرياضات طيب اهم حاجة وانت بتحفظ خلي بالك من المذكر والمؤنس وحتلقي كل الرياضات اللي قدامك مذكر معدر رياضة السباحة ورياضة البوكس لما بتوجد في بعض الانسلية الو تينيس الو تينيس الو سيكليزم الو سيكليزم الاناتاسيو الاناتاسيو الو باسكت الو باسكت الو فوليبول الو فوتبول الو جدو الو جدو امميو 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 الكرة الكبيرة مذكر طيب الكرة الصغيرة مؤنس هنبدأ مع بعض كده جزء المواقف طبعاً لما بتكون حفظة الكلمات والأفعال كويس بتبقى فاهم المواقف أنا بقرأه قدامك وتبقى عارف المعنى هنا أول حاجة بقول من اللي بيسأل هنا هنا بقول لي صديقك اللي بيسألك بيقول لك رياضة ركوب الدراجات ماذا تكون مين اللي رد أنت ولا هو أنت اللي ردت وقلت هتقول له ممكن تقول له وممكن تقول له يعني إنها رياضة وممكن تقول له إنها رياضة تمارس بالدراجة بتكون محتاج فيها دراجة طيب صديقك برضو اللي بيسألك كسك الفو بو غفير ديو فوتبال صديقك هنا اللي بيسألك ماذا يلزم لممارسة كرة القدم مين اللي حيرد أنت أنت هتقول هتقول له إيه بقى الأدوات اللي بتلزمني بيلزمني كرة قدم وممكن أقول له بيلزمني اللي هو يقصد بقى مش هيقول مايو السباحة يقصد زي يعني الرياضة وكمان حزاء رياضي طيب نمرته هو أنت هنا اللي بتسأل صديقك كيف الفوتوغراف إيه دي انت هنا اللي سألت صديقك بس هو اللي حيجاوب ويقول هو سألك قال لك إيه قال لك ماذا يفعل أو ماذا يعمل الفوتوغراف المصور فأنت هتقول له إيه البغا دي فوتو هو بيلتقط صور وممكن تقول له إيه الفوتوغرافية لي بخصن إيه ليشوز هو بيصور فوتوغرافية ده البرب من الاسم ده نفسه هو بيصور الأشخاص والأشياء طيب بعد كده عندي الموقف بعد كده ايه رقم اربعة صديقك اللي بيسألك اين تذهب لمشاهدة ماتش فانت هتجاوب وتقوله ايه ممكن تقوله انا بذهب الى الاستاد ممكن تقوله جي في او كافي عساس ان احنا ممكن نشوف الماتش في الكافي انت هنا اللي بتسأل صديقك عن رياطة المفضلة فانت هتقول هتسأله السؤال ده وتقوله ازاي خلي بالك انت اللي بتسأل وانت اللي كملت السؤال وقلت هتقوله كيل سبوغ بغيفيغتو وخلي بالك هنا شكلك اللي بالشكل ده لان سبوغ كلمة مذكر وممكن تقوله كيل سبوغ امتي اي رياضة تحب وممكن تقوله رياضة المفضلة ماذا تكون انت هنا اللي بتسأل صديقك عن نتيجة مباراة سؤال الموقف ده مهم قوي مشي عن نتيجة مباراة هو حيجاوب ويقول حيقولك ممكن يقولك لك يبي جيب سين الفريق المصري اغاني كسب دي في الباسي كومبوزيها كسب الماتش اتنين واحد ممكن يقولك لجيب تأمار كي دو بو مصر سجلت هدفين ممكن يقولك الفريقين ايه اتعدلوا طيب نمرو ست هنا نمرو ست بيسألك بيسألك عن ايه عن طبيع التعامل الحكم فانت حتقاوب وتقوله الحكم ده بيعمل ايه باي يا ولاد يل دي غيجلو ما تشوه بيحق بيودير المباراة بيودير المباراة ممكن تقول هو بيصفر ماشي بيسجل قصود الهدف يبقى هنا يا ولاد هو بيطلق صوفرة النهاية في نهاية المباراة طيب نمرو ويت تدومان دا اطنبير سيكل فوق بوغفير دوراناتا سيو الدي انت هنا اللي بتسأل والدك عن ماذا يلزم لممارسة الايه السباحة هو حيرد ويقول هو حيقول بيلزم ايه الفوأما يدبا بيلزم زي السباحة الفوأ اللي يجب ان تذهب البيسين نمرو 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 تيو تيو كمباغ كمباغ يقارن انت بتقارن دو مويا دو تغن صبوخ دو دي بتقارن وسيلتين مواصلات فانت هتقول هتقول ممكن تقول دو تغن ايه بلو غابيت دو كلافاتي وده درس عندنا تمام وتم شرحه على القناة برضو مع الطلبة اللي هو صيغة المقارن فبتقول هنا القطار بيكون اكثر سرعة من السيارة وممكن تقول بيكون اقل سرعة من المترو يبدي كزا اسمها صيغة المقارن كمباغ احنا هنا عملنا كمباغ طيب تيو انفوغ متون امي لكولير انت بتعرف او بتخبر صديقك على اللون زيك لون زي فريقك المفضل فانت حتقول هتقول فريق المفضل بيرتدي زي احمر وممكن تقول يعني بدل ما نقول بنستخدم حرف ونحط اللون عطول يعني فريقي بيكون باللون الاحمر تدي موند اتونمي كان لكوغ دوسبوغ اي تدي انت هنا اللي بتسأل صديقك متى يبدأ الموعد الرياضة تدي فانت حتقول او السبق يعني اكلير لسبوغ ايه لسبوغ لكوغ دوسبوغ وممكن تقول لكوغ دوسبوغ سيكا متى يبقى اكلير بسأل عن موعد وبرضو سيكا بسأل عن موعد وهنا اونا كوغ دوسبوغ احنا عندنا السبق الرياضي دو جي في فاق دوسبوغ عشان انا سوف امارس الرياضة طيب صديقك اللي بيسألك عن رياضتك المفضلة فانت حتقول السؤال ده تكرر فوق بس كان جايب اللي جابت بتارية مختلفة فانا هتقوله ايه لما يسألك عن رياضتك المفضلة أنا بمارس الباسكت أنا بلعب قريط القدم أنا بفضل التنس طيب اخر موقفين هنا تنكو باتو دماندو بقواتي واقليب تدي زميلك اللي بيسألك لماذا تذهب الى النادي فانت حتقول حتقوله بوغ فاق دوسبوغ عشان مالس الرياضة بوغ جوي افيك مزامي عشان ألعب مع أصدقائي بوغ جاغ دي امات شدو فوتبول عشان اشاهد مباراة فوتبول كرة قدم بوغ دو من دي اتونامي لكي تسأل صديقك عن فريقه المفضل فانت حتقول ممكن تقوله كيلو كيب امتي اي فريق انت تفضل ممكن تقوله انكو غاج كيلو كيب انت بتشجع اي فريق وممكن تقوله كيلو كيب بغاف غيسك وعقوة دي برضو معنى هماء او ماذا بس لازم تكون مسبوقة بحاجة يعني غير كي وكسك فانت بتقوله فريقك المفضل ده ماذا يكون تمام انتهى فيديو النهاردة يا شباب ياريت بقى تدعم الفيديو كده بلايك وشير وتشاركه مع زميلك واتمنى لكم التوفيق جميلا وقولكم اخصبك اي او افغ